الذي تحقق على الإرهاب من جهته تعهد وزير الدفاع النجاح الشمري بفتح المنطقة القديمة في سامراء على مرحلتين تبدأ برفع القيود عن عودة سكانها الأصيين وممارسة حياتهم المدنية بشقيها الاقتصادي والمجتمعي مشيرا إلى أن أهالي سامراء أبرياء من تهمة داعش ما يستدعي إنصافهم بإجراءات سريعة تعكف على إنضاجها المؤسسة العسكرية المختصة مؤكدا التوجه لتشكيل قيادة منطقة واحدة مع توحيد الجهد الاستخباري لدعم خطط المحافظة في تعزيز المتحقق من الاستقرار الأمني في الأثناء وصف النائب فائق الشيخ علي مدينة سامراء بالأسيرة مطالبا بإطلاق صراحها سيما بعد تحرير جميع الأراضي العراقية من داعش